بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ محاضرتنا لهذا اليوم بتسيحات التعادل أو منحنيات تسيحات التعادل لحامض متعدد لبروتون أو يسميه Polyprotic Acid مع قاعدة قوية أول شي نعرف شنو Polyprotic Acid هي الحوامض التي تحتوي على أكثر من أكثر من هيدروجين أكثر من هيدروجين أو أكثر من درك هيدروجين ويمكن أن تتعين على شكل مراحل ومن هذه الحوامض اللي أحنا نشيري لها هنا هي حامض الكاربونيك مثلاً اللي يحتوي على أثنين هيدروجين وعدنا مثلاً الهايدروسلفرك السلفرك أسيد اللي هو حامض الكبريتيد وأوثالك أسيد أيضاً يحتوي على هيدروجين اللي هو سيفة H2C2O4 عن سلفروس أسيد اللي هو H2SO3 وكذلك الـ H2SO4 وكذلك بالإضافة إلى الترتاريك أسيد والسكسانيك أسيد والإفثاليك أسيد يعني كل حامض بإمكانه أن يعطي أكثر من بروتون نسميه إيش؟ نسميه متعدد البروتون بما أنه الحامض متعدد البروتون يحتوي على أكثر من البروتون فلذلك هيدروجين يتفكك على شكل مراحل في كل مرحلة يعطي أيش؟ يعطي بروتون هذا رح يقودنا إلى أيش؟ إلى أنهم هناك عندنا كل عملية تطلق بروتون هيدروجين رح يصير عندك بها نقطة التكاف وكل عملية إيش إطلاق بروتون هيدروجين رح يصير عملية إيش حساب إلى كونستان ثابت فراح يصير عندنا مثلاً إذا عنده إحتوي على بروتون سينطلنا كيوان وكيتو يعني ثابت تفكر الأول وثابت تفكر الثاني إذا ثلاثة ينطلنا كيوان وكيتو وكيثري مثل ما رح نشوفه وقلنا إذا يحتوي على بروتون ينسمي داي بروتوك أسد وإذا ثلاث بروتونات ينسمي تراي بروتوك أسد يعني الحوامض الثنائية والحوامض الثلاثية وهذا المثال على الحوامض الثنائي نفس الشيء الحوامض الثنائية كانت أو ثلاثية بتفاعلاتها مع القاعدة كلها تعطيك ملح وماء لكن هنا الملح رح تصير على شكل ثلاث مراحل وكل مرحلة الحامض يتفاعل مع القاعدة الموجودة تكون لك ملح وماء بغض النظر الملح المتكون وأيضاً حسب الملح الملح المشتغل حامض قوي لو قاعدة قوية لو حامض ضعيف وقاعدة ضعيفة إذن ما ينطبق على البولي بروتوك أسيد متعدل بروتون هو نفس اللي ينطبق على على الداي بروتوك أسيد اللي هو نفس الحامض كل مرحلة نحسب لكن هنا شنو رح يصير عندنا رح يصير عندنا نحتوي على أكثر من أكثر من نقطة تكافو رح سندك نقطة تكافوين إذا كان عندك ثنائي وثلاث نقاط تكافو إذا إذا ثلاثي ممكن نستخدم دليلين ممكن نستخدم كي وان وممكن نستخدم كي تو لذلك أكو حسابات تشتق أو تكملة للحسابات اللي إذي أخذت في المحاضرة السابقة وهسا رح نضرب عليها أمثلا ونشوف العلاقات المستقدمة ونحل مثال عليها حتى توصل فكرة التسريحات الحوامض المتعددة البروتون هنا أنا إذن إذن قلنا بالإضافة تكلمنا على أيضا المحاضر المحاضر يوجد المحاضر المحاضر في المحاضر في ثلاث خطوات إذا كان عندنا مثلا الفوسفوريك أسيد اللي أشي قنيت فكرة مراحل أو عندك مثلا السيطريك أسيد أيضا يحتوي على أشي يحتوي على ثلاثة بروتونات شوف this acid اللي هنا في هذه الحوامض إش بيها يقول أيون هزا in two step إذا تتأيين على شكل إيش خطوتين أو مرحلتين لذلك راح ينطينا شنو ينطينا ثابتين كونستانت 1 and كونستانت 2 شوف هنا H2A هنا إذن يقصد الأسد اللي يحتوي على بروتينين يتفكك بالخطوة الأولى إلى H زاء HA منص زائد H plus يعني أنت بروتون وبقى إيش تحول إلى إيش تحول إلى ملح إذن انت صار نحسب K1 هو يساوي H أي ما ينص اللي هو هنا الحامض الفاقد للبروتون واللي هو سرع على اعتبار هنا ملح الحامض في تركيز البروتون اللي هو البروتكت على منه على الرياكتن اللي هي H2 يعني المتفات بالنسبة سلوك حامض ينطيك أيضا البروتون ويتحول إلى H يتحول إلى ملح اللي هو A مينص صور حسن قيمة H K2 فإذن قيمة K1 للتفاعل وقيمة K2 للتفاعل الثاني اللي هو بالضبط تفاعل H يسمي تفاعل سلسلي دائما أدنى K2 is always listing K1 إذن دائما هو K2 شي صير هو أقل من K1 كقيمة يعني K1 هو ستكون أكبر لذلك لتحصل على نقطة تكافؤ مرئية وواضحة بتسحيحات الحامض مع القاعدة The following condition should be available إذن لازم هناك الشرطين الآتية حتى نقدر نميز نقطة التكافؤ اللي تحدث في الخطوة الأولى وفي الخطوة الثانية أول شرط من الشروط The values of the K1 and K2 are relatively large so that the product of the ionization constant and the concentration of the acid should be larger than يجب أن تكون قيمة منه قيمة K1 اللي هو معطيك في تركيز الحامض اللي هو H2A تركيز الحامض يجب أن تكون larger أكبر من 10 minus 8 يعني أكبر من 10 ناقص 8 حتى نقدر نميز أقل حتى إذا كان متعد بروتون يتفكك بخطوة واحدة وهذا مثل ما عدنا أمثلة رح نشوفها أو مثل الأمثلة اللي موجودة عدكم في الملف اللي موجودة على BDF مثل عندك H2SO4 و H2SO3 يعني إيش يعني الحامض تفك على شكل مرحلتين أما إذا كانت قيمتها أقل فهذا لا ينطبق عليها الشرط اللي موجود هذا أولا ثانيا in order to get distinguished to the equivalence point حتى نحصل أو نميز نقطة تكافية يجب أن تكون ratio قيمة أو نسبة بين K1 إلى K2 أكبر من 10 أربعة إذن يجب أن تكون قيمة K1 يعني إذا منطيني قيمة K1 أقسمها على قيمة K2 وأقارنها ويا 10 أربعة إذا كانت أكبر من 10 أربعة إذن أقول الحامض يتفكك على مرحلتين هي المرحلة K1 وK2 and if the ratio إذا كانت قيمة K1 إلى K2 is the list then 10 over 4 إذا كانت قيمة K1 إلى K2 أقل من 10 أربعة إذن the sudden change in the equivalence points will be mixed together to get one larger change إذن إذا كانت قيمتها إذا كانت قيمة أقل من 10 أربعة وهي 10 000 مرحلتين تكون لا يمكن تمييز قيمة K2 فرح يصير عندك إيش الإكوفلنز سيكون نقطة تكافؤ واحدة يعني الحامض يتفك بخطو واحدة يعني يستك سلوك الحامض إيش الحامض القوي أربعة نقطة عملية إيش عملية نقطة نقطة تسريح إذن عملية إيش عملية تسريح من الحامض المتعدد لبروتون اللي رح نقلي بال كونيكل فلاسك ويا من ويا سترونج بيس اللي رح نخليها إيش نخليها بال أو في السحاحة بنفس الخطوات السابقة اللي أخذناها في المحاضرات السابقة هو بفور أدشن أوف دا سترونج بيس يعني الآن عدنا الحامض اللي حامض إيش متعدد لبروتون اللي هو H2A اللي يحتوي على بروتون نعم نخلينا بال كونيكل قبل إضافة الأن أو إضافة القاعدة إلى نحسب لقيمة قيمة البي كنا نعرف H2A كما في المعادلة السابقة إلى H A مائنس زائد H اللي هو معادلة قم واحد نحسب لك K1 يساوي تركيز البروتكت على تركيز الرياكتان راح ينتج لك قيمة K1 From 1 H تقريبا أن دائما تركيز H هو H يساوي بعدد مولاته فإذا راح تركيز H يساوي تركيز من هو تركيز H أي اللي هو تركيز أسد ماينس اللي هو الملح الناتج إذن راح يصير قيمة K1 يساوي من هو H تربيع على H على الأسد تركيز H تركيز البروتون مربع على تركيز من هو الجدر K1 H 2 أي اللي هو تركيز H الحامض المتعدد البروتون ناخذ اللوغ آتم إلها راح يحسب إذن نقول BH يساوي نصف B K A ناقص نصف اللوغ اللي هو هنا H 2 أي اللي هو يكافئ في المحاضرات السابقة هو نحسب نقول BH يساوي نصف B K A أو B K B ناقص نصف لوغ هنا راح يصير C A هنا هو التركيز C A الحامض هو H2 أي اللي هو الحامض المتعدد البروتون هذا كله راح نحسب H قبل الإضافة إذن قبل الإضافة نحسب فقط تركيز الحامض وعدنا K1 نحسب BH قبل الإضافة هذا قبل أي إضافة الآن الخطوة الثانية طبعا هنا على فكرة الإضافة هناك عندنا نحسب ثلاث خطوات قبل نقطة التكافو عندنا نقطة التكافو هنا بوست بعد نقط التكافو هنا وحصيت عندك أربع نقاط ل 잠깐만 نقطة التكافو اللي هو قبل أي إضافة ما قبل نقطة التكافو إي الص الر Explorer أي 我 من نقطة التكافو إلى نقطة التكافو الثانية وثم بعد نقطة هناك عدنا ثلاث خطوات هنا أصل عدنا إيش عدنا أربع خطوات يعني أربع زيان ما قبل يعني عندك نقطتين تكافو عندك أما إذا كانت رايح حصل عندك ثلاث نقاط فعندك ثلاث محطات هنا في التفاعلات الحامض الوحادي أما في الثلاث نحصل إيش راح حصل عندك أربع نقاط أو أربع مناطق نحسب نقاط البيتش الآن خلال during titration قبل النقطة التكافو الأولى يعني ننظف من بدين ننظيف قبل الإضافة بدين ننظيف إلى نصف النقطة التكافو الأولى يقول لها This is the part on the acid neutralized by the strong base solution which from it's the acid salt and water كل من ضيف شوف أحنا يشوف عندنا H2A هنانا حامض متعدل بروتون ويا من سحناوية القاعدة اللي نزاهنا مني 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 من السحاحة انطانة شنو انطانة نا اي 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 إللي دائمه نقل نهو شنو هنا منظفنا قبل الإضافة قبل أن نوصل نقطة كافة إذن موجود منه وموجود الحامض اللي هو H2A الحامض وملح اللي راح يصير NAHA فإذن حامض وملح الحامض therefore the system of the buffer إذن هذا شنو راح نحصل على محلول البفر إذن طبق عليه علاقة منه علاقة البفر solution اللي هو منه الأسد H2A وعدنا salt هو منه هو NAHA لذلك راح نطبق قانون البفر اللي هو BH يساوي أنه BKA لما أنه حامض إذن BKA زائد على الأسد اللي هو الملح على الحامض اللي لقين الملح منه هنا راح يكون عندك NAHA على الأسد منه اللي هو H2A فإذن نحسب عند إضافة 1 مل 2 مل 3 مل 4 مل 5 مل إلى أن نصل إلى إيش؟ نصل at equivalence point عند نقطة التكافؤ اللي راح يكون at equivalence point النقطة كافؤ all حيث كل H2A كل الحامض الثناء الثناء البروتون ما أعلن إيش تحول إلى شنوة؟ تحول إلى NAHA اللي هو من هو اللي صار ملح هنا يعني كل ما عني بعد أجل محلول أجل محلول الآن ما بيبعد NAH2A فقط الحامض كله تحول إلى ملح الآن أطبق من هو أطبق العلاقة لإيش اللي تنتج فقط الملح اللي موجود يعني بقى عندي شنوة صار NAHB هو من هو NAHA اللي هو ملح الحامض لذلك قلنا قبل إذن بعد من وبعد بالملح الآن يحتوي على H أيضا فهذا H بها يتفك في مرحلة ثانية فنرجع إلى العلاقة الأولى اللي إحنا اشتقناها يقول البي H ليش نوات this point بالمعادلة التالي K1 قلنا H تركيز الهيدروجين في تركيز H A اللي هو الملح الناتج من عندها على H 2 A اللي هو الحامض يعني الملح الحامض هذا العلاقة الثانية قلنا من العلاقة الثانية نطبق عليه من على NAHA أو نقول من هو H A ماينس اللي هو نشير الصوديو نصير H N ماينس فهذا راح يتفك بخطوة ثانية راح نحسب للK2 لذي يطلع بروتون زاعد منه زاعدا بتركيز بروتون ويتركيز منه تركيز الملح اللي تكون اللي هو راح يصير N A 2 A يعني استبدلت كل ال H راح يصير عندك منه هنا راح يصير عندك الملح اللي هو صير N A 2 A على منه على H A H A اللي هو H A ماينس فإذن راح يصير منه عندك المعادرة رقم ثمانية تنطبق عليه على تفك N A H A لذلك راح يصير عندك شوف عندنا نعتبر عندك H A هو تركيز الحامض المتعدد البروتون كل تحول إلى A minus 2 اللي تحول إلى الملح النهائي فإذن تركيز H 2 A هو نفس يصير تركيز منه تركيز A minus 2 بالضبط فإذن ما نجي نضرب معادرة رقم واحد ومعادرة رقم 2 راح يروح H A minus وهو H A minus هذا قيمت راح تروح H هي نفس القيمة اللي هو H 2 A اللي يساوي أنك من H راح تروح يبقى لك فقط من المعادلة هو K1 في K2 يساوي H في H اللي هو تركيز H سكوار اللي هو تركيز الهايدروجين أو البروتون فإذن البروتون يساوي لك السنانة ساوي K1 K2 وس نصف منعدها نحسب البي H إذن البي راح نساوي لك نصف B K A زا النصف B K B واللي يساوي B K 1 زا B K 2 على ثنين هذا عند نقطة التكافؤ من هي عند نقطة التكافؤ الأولى اللي كل H 2 A تحول إلى N A H A ننجي After first equivalence point before the second equivalence point إذن الآن بقى عندي منو آني N A H A reacting with the added base as fellows but part of the remain as N A H A إحنا الآن قدنا بالبي بالسحاحة N A أو H وبالكون هو منو N A H يعني منو الملح الآن اللي بعد يحتوى على عم بذلك أشوف راح يكون تفاع الآن الخطوة اللي رسل الآن من قضية H 2 أي خلص بقى منه بقى التفاعل N A H A زائد N A H اللي راح تحول إلى N A 2 أي زائد H 2 أيضا تكون نحن 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 N A H أي سلك حامض بوجود القاعدة وتحول إلى ملح الملح منصر الملح N A 2 أي زائد H 2 اللي هو ملح وما أيضا إذا تجي هنا لن تشوف هذا N A H ما طول إذن حامض وN A 2 أي ملح فإذن حامض وملح راح يصير عندك راح يصير عندك أيضا شنو بفر سوليش فإن نسجع نقول B H يساوي B K أي زائد لغارة على الأسد لكن تجي إذن B H يساوي هنا B K الأسد راح اللي هو صار الملح الناتج على N A H أي هو من هو الحامض فراح نحسب إيش راح نحسب ال B H اللي هو ما بعد التكافؤ الأولى و قبل نقطة التكافؤ الثانية إذن وكذلك نجو إلى محلول بفر إذن خلصنا الآن قبل نقطة التكافؤ الأولى حتى نقطة التكافؤ الأولى وصلنا نقطة التكافؤ الأولى الآن عند ما بين نقطة التكافؤ الأولى إلى نقطة التكافؤ الثانية ضربنا إذن وحسبنا شنو محل الوقت عند نقطة التكافؤ الثانية ش راح يصير عندك خلص كل N A H A تحول إلى H إلى N A 2 A here all the N A H A is changed into تغير أو تحول إلى N A 2 أي صار عندك منه فقط من هو الملح الموجود نرجع هنا الملح شبي هنا الملح الملح إذن كل تكون إلى ملح صار شوف ملح بعد بعد ما كو حامض هنا ما كو عمل التسجيل ففقط الآن الموجود الموجود هو الملح والماء هذا الملح شبي إذن يصير به hydrolysis فإذن إيش راح يصير عندك نحسب إلى ال hydrolysis ال pH من الملح ومن ash من الماء اللي موجود عند لذلك لازم ندخل ال hydrolysis أو الماء أو إيش هو ثابت تفك في الماء فإذا راح يصير عندك البيئة يصير النصف BKW زائد نصف BKA اللي هو إيش اللي هو ثابت تفك الحامض الخطوة الثانية زائد نصف log salt الملح اللي هو NA2A اللي هو الملح يعني هنه راح يكون عندنا فقط للملح والماء فنحسب البيئة لتأثير البيئة سيكون للملح والماء هذا الثانية الآن راح نشوف عندنا مثال عليا شوف المثال عندنا example of the pH calculation of the diaprotic acid إذن على سبيل مثال sulfurous acid 0.1 molar إذا كان عندنا تركيز H2SO3 you get تركيز 0.1 molar which is the anazide as the fallows إذن وتفك حسب الخطوات الثالية H2SO3 تفك شوف أنت بروتون وبقى من هو HSO3 minus K1 إلى 1.2 في 10 أسناق 2 إذن BK1 هو 1.92 1.2 والخطوة الثانية اللي H اللي تفك بها هو HSO3 minus اللي هو نعمل التحول إلى SO3 minus 2 زائد H plus يعني كل مرة أطلق بروتون راح قيمة K2 ساوي 5.6 في 10 أسناق 8 إذن BK2 ساوي 7.25 إذن قيمة K1 إذن نرجع هذا المعلومات الموجودة عدنا أول خطوة شبيه نحسب رشو بين K1 و K2 نسبة K1 إلى K2 عدنا قيمة K1 موجودة قيمة K2 فتطلع 2.1 في 10 أسناق 5 إذن هي أكبر من 10 أس أربعة إذن الفرق بين K1 و K2 تقريبا 10 ألاف مرة لذلك التطلع يمكن التطلع في 2 خطوات مختلفة إذن هنا ممكن أن نفصل الخطوات إلى خطوة يعني يتفكك بمرحلتين هي K1 و K2 الخطوة الثانية يجب أن نتأكد من أن يقول هنا شوف The second of that cannot be tightened and less than concentration should be not be less than 0.2 يجب أن يكون هنا تركيز H2 SO4 أقل من لا يكون أقل من 0.2 ليه إذا شوف عندك 0.2 ناشوف K2 في H2 SO3 ناشوف خمسة في خمسة 0.6 منه هذا قيمة K2 في 0.2 رح نطيك 1.1 2 في 10 أصناق ثمانية يعني يجب أن يكون تركيز يعني 0.2 يالله تكون أكبر من 10 أصناق ثمانية حتى نقدر الميزين The product is larger than H 10 minus 8 إذن 10 أصناق ثمانية لازم شنون يجب أن يكون تركيز H2 SO3 هو H و يجب أن يكون أقل من 0.2 إذا كان 0.1 رح يطلع 0.5 إذا كان 0.1 رح طلع 0.5 0.5 إذا 0.5 في 10 0.8 يكون أقل من 1 في 10 0.8 فإذا رح شنو رح يكون 0.2 يالله هو أكبر من 10 0.8 The titration can be carried out pH as the first equivalence point فإذا شنو رح يكون عندك ه رح يكون عندك شبير إذا titration the first equivalence عنده نقطة التكافؤ الأولى فإذا كان تركيزك قد لازم point 2 يالله إيش يالله إيش يالله إيش يقدر تقول يتفكك على شكل إيش خطوتين إذنال PH راح سونا BK1 زائدين BK2 على الثنين يسونا إيش هذا عندك نقطة التكافؤ الأولى أما عنده نقطة second إيش عنده نقطة التكافؤ الثانية فPH راح يكون نصف BKW زائدين نصف BKA زائد LOG من هو CS اللي هو تركيز الملح عندك BKW هو عشر سنة 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 رفضع عشر BK2 عنده نحن نجد عندنا K2 زائدين تركيز من هو تركيز النصف LOG CS اللي هو من هو تركيز الملح اللي موجودة عندك point 1 قدر أحسب قيمة الPH اللي موجودة عندي هذا H مثال على حساب قيمة PH في كل خطوة من هذه الخطوات شوف عندنا مثال آخر هو شنوى الPH calculation of the titration of the tri-protic acid عندنا من هو عندنا الحامض الفيسفوريك اللي هو يكون H tri ثلاثي البروتون فيتفكك على H على شكل ثلاث مراحل في H3PO4 نقلنا H2PO4- زائدين H+, وعندك K1 وBK1 موجودة واتفكك إلى H2PO4- PO4- الآن على الخطوة الثانية هو H2PO4- تفكك إلى H كل مرة ينطي بروتون وإلا حساب قيمة K1 وK2 مثل ماذا تشوف قدامك أول شي نحسب الشنوى نحن نقلنا لازم حتى أكو فرق بين قيمة الرش وقيمة K1 إلى K2 نحسبها فقيمة K1 إلى K2 موجودة عندنا القيمة فتطلع لك 1.2 في 10 أس 5 إذن هي أكبر من 10 أس 4 فإذن الشي صير راح يصير عندك واضحة واضحة عملية H عملية النقطة التكافؤ الأولى ونقطة التكافؤ الثانية يعني هصير عندك تغيرين وليس تغير واحد يعني راح يصلك سلوك H تفكك على شكل مراحل عند K2 إلى K3 بنفس الطريقة راح يكون عندك 1.2 في 10 أس 5 اللي هي أكبر من 10 أس 4 لذلك راح تكون 10 راح تكون عملية تغير وعملية تغير HB نقاط يعني كل مرة نقدر نخل نقطة تكافؤ وعندك HB على شكل مراحل يعني يشبه الحامض الضعف يعني يتعد على شكل مراحل وليس مرحلة واحدة إذن بنفس الطريقة كل مرة نحسب نحسب Calculation of pH before addition of NaOH الآن نحن شنو عدنا عدنا ال NaOH وين بالPureH في الساحة وعدنا الحامض الثلاثي اللي هو وين بالConical Plask يعني اللي احنا ريدنا ساحة نحن نشوف المراحل اللي إيش الخطوات اللي مرة يمتبروتون ومرة الثانية يمتبروتون ومرة الثانية يمتبروتون ومرة الثانية يمتبروتون H3PO4 هو إحنا نقول Log C أي هو تركيز الحامض إحنا فقط عدنا الحامض عدنا الPH فنحسب للحامض شكرا التركيزة نقدر نحسب له شنحسب له التركيز ما عدنا نحسب الPH قبل الإضافة Calculation of pH after addition NaOH till before first إحنا نبتغنضيف واحدة نية ثلاثة إلى النوصة شوف عندك ال H3PO4 زادا NaOH راح إلى أن يوصل إلى نقطة تكافي الأولى يتحولك إلى NaOH2PO4 زادا إذا سنتحول إلى ملح وماء هنا أنا NaOH2PO4 الملح هو H3PO4 من هو الحامض سم بعض of the H3PO4 neutralization into تحول إلى NaOH2PO4 هذا ش راح نصير هذا راح نصير We have the buffer solution of the H3PO4 إذن هو البفر solution تكوى من H3PO4 زادا صوت الملح اللي هو NaOH2PO4 إذن عندي ملح وحامض ومعنى عندي ملح وحامض وملح فإذا راح أكون أقول هو هذا buffer solution إذن أقدر تطبق لأخذ البفر solution هي البح يساوينا بK1 زاد logarithm log NaOH2PO4 اللي هو من هنا الصوت على H3PO4 هنا الأسهد وأحسب قيمة H قيمة البح قبل وصول إلى نقطة التكافؤ الثلاثة at first equivalence point عند نقطة التكافؤ الأولى أو عند نقطة التكافؤ الأولى الآن كل H3PO4 تحول إلى من هو NaOH2PO4 شوفها all H3PO4 is the change into NaOH2PO4 لذلك راح يصير عندي نفس الخطوات السابقة اللي هو pH calculated as the point from the following relationship حسب العلاقة لنحن نكتب العلاقة تفكّل وتفكّل ثانية راح يكون عندك pH يساوينا نصف بK1 زاد نصف بK2 اللي هي نفس العلاقة pH يساوينا بK1 زادا بK2 على أثنين هذا عند نقطة التكافؤ الأولى During the titration till before the second equivalence point إذن الآن راح نبدى نضيف الآن فقط أدنى من هو أدنى هنا اللي المتكون أو المتبقي في الكونيكل هو NaH2PO4 الآن إذا أبقى أستمر بالإضافة راح كل ما أضيف change يتحول إلى HNa2 change it into Na2HPO4 هنا أنا من هو راح يصير عندك هذا Na2HPO4 هو salt وعندك NaH2PO4 راح يصير من هو راح يصير عندك الاسد الحامض إذن أنا زيد في السيستم 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 هذا السيستم هذا البفر جديد أو نوبا السيستم of the NaH2PO4 and it's salt Na2HPO4 and the pH is calculated from the following reaction الآن الآن أقدر أحسب pH لهذا البفر الآن pH يصير BK2 زائد log salt على من هو على الأسد من هنا Na2HPO4 إلى الأسد راح يصير Na2PO4 فأحسب H جد تركيز هذا وهذا طبعا من نفس الخطوة كلما نضيف حجم نحسب جدسته لك حجم من عنده اللي هو على العلاقة الأم في في يساوي الأم في في وأطرح جد إذا أخذ 10 ميل 5 ميل أبدأ H أطرح الكمية المودة وأحسب تركيز الحامض المتباقي وتركيز الملح التوقيع حتى تغير pH حتى تغير pH كل مرة كل ميضافة 1 ميل 2 ميل 10 ميل 5 ميل كل مرة يتغير تركيز الملح وتركيز الحامض اللي موجود عندي الآن وصلنا إلى نقطة التكافر الثانية عندنا نقطة التكافر الثانية هنا كل NaH2 PO4 is changed into Na2 HPO4 كل NaH2 PO4 تحول من هو Na2 HPO4 هنا راح يصير أيضا هنا عندنا نقطة التكافر فإذا راح يصير عندك pH يساوي BK2 زاعد BK3 على 2 عندنا BK1 وعندنا BK2 وعندنا H في العمل لا في العمل راح ممكن نحسب منه ونحسب نحسب نحسب نعينها من شكل لأن نحسب قيمة pH من نحن من نضيف وممكن نحسب من هو نحسب BK1 BK2 أو BK3 BK2 محسب المنصابة نحسب BK3 ثرة ionization is very small which content cannot be directly titration في الخطوة الأخيرة كل ما يطلق بروتون راح تبقى تركيز البروتون الثالث راح يكون قيمة جدا صغيرة جدا لا يمكن أن أميزها أو أقدرها بطريقة مباشرة إذاك K3 سأولك خمسة في عشرة أو ناقص 18 يشبيه هي أقل كتير جدا أقل من 10 ناقص 8 لذلك there is the very small change in pH third equivalence point لذلك التغير عند نقطة الثالثة وعند نقطة التكافؤ الثالثة راح شبيها راح يكون is the very small جدا تغير لذلك no settable indicator for the titration نتيجة التغير صغير جدا لا يوجد دليل لعملية التصحيفة في هذا المجال الضيق أو في هذا التركيز القليل من الحامض المتبقي لذلك نتيجة 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 الطريقة الغير مباشرة اللي هي H3PO4 with acid where the acid is completely reactant with CACL2 فهان شنو أبدي أضيف أحول H3PO4 إلى من هو إلى CA من هو CA3PO4 by 2 اللي هو إش والزيادة زيادة إش أحول H3PO4 زايدا CACL2 أحول إلى CA3PO4 by 2 زايدا HCl وأقدر شنو أقدر نريبليس ده استبدل كل هيدروجينات بمن هو بال CA فمبدلت الـ CO2 فهيش قد قيمة الآن أقدر التسحيح أقدر البروتون فالبروتون الزياد اللي هو تكون HCl أقدر أصحح ويامن أصحح وي determine with standard standard NAO شنو أقدر أصحح ويامن إذن الهايدروجين المتحرر من استبدال البروتونات اللي موجودة بحامض الفسفوريك إلى HCl أقدر أقدر شقد موجود عندي HCl شقد استهلك من NOH أقدر أقدر تركيز HCl اللي هو تساوي تركيز من هو تركيز H3PO4 اللي أحد البروتونات اللي موجودة عندي فأقدر تركيز HCl وأقدر أحسب نسبة نسبة أحسب تركيز من هو H3PO4 شوف عندك هذا الشكل الرسم إذا نرسم لثلاث منحنيات المنحني الأول اللي هو تغير واحد اللي هو من هو C اللي هو H2SO4 قلنا لأن نسبة K1 و K2 ما توافع الشرطان اللي موجودة هي قيمة K1 و إلى K2 و K2 في تركيز الحامض المتعدد بروتو لازم شيكون أكبر من 10 ناقص 8 فإذا ما يحق هاي الشرطان رح يكون ويسلك وكأن السلوك حامض قوي يتفكك بخطوة واحدة مثل عندك الخطوة C اللي هو H2O4 H2 C2 لا شوف عندك إنها في B هو إذا جينا نطبق خطوات لا يتفكك على مرحة قيمة K1 وقيمة K2 لأن ما تحقق الشرط اللي موجودة عندنا هي قيمة K2 وكذلك قيمة K-A في التركيز لازم تكون A لا أرجع أكبر من 10 أو 8 فلا سيكون A على شكل خطوتين لتفك اللي موجود عندك وأما الشكل A هو اللي H3 بي أو شوف نتغير على شكل ثلاث خطوات أو ثلاث محطات اللي موجودة هي عندك اللي موجودة في شكل A عندك K1 وK2 وK3 وشكرا لإصغائكم إن شاء الله نكمل في محاضرتنا القادمة هو موضوع الأملاح المشتقة من المشتقة من الحوامض المتحدد البروتون